اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب هل احنا نسلم بقى بدأ؟ يعني خلاص انا مثلا بنادي على ابني يركز ركز ركز مش راضي يركز طب انا بحاول احفظ او يعني عندي سكريبتم وحتاج احفظه مثلا وحتاج احفظه بسرعة يعني ليه الوقت ده كله هل خلاص نسلم بقى انه لا او لا احنا ممكن ده فعلا نعمله بسرعة جدا وبسهولة جدا واللي مش بيركز يقدر يركز واللي مش بيحفظ يقدر يحفظ واللي مش حاسس انه هو كفاقته عالية جدا الزهنية ممكن يطورها ولا احنا زكاءنا او معدل الزكاء ده سابت خلاص انا ربنا خلقني كده انتي قد 600 سؤال جاوبي بقى عليهم انا مش هجاوب لا طبعا دلوقتي هو ده الجميل في الموضوع هو ده اللي احنا عايزين يعني نشجع بيه كل الناس ونقول انه لا اثبت علميا انه تقدر يتنمي الزكاء لو متقدرش تحفظي تقدر يتحفظي لو مش بتعرفي تركزي تقدر يتركزي لو عايزة تعلي من زكائك او تخلاصي حاجة بسرعة جدا تقدر يتعمليها بسرعة كل ده ممكن يتعمل كل ده ممكن يتعمل لان الزكاءنا مش ثابت زينه بتدريبات بخصوصة بقى اللي هي اسمها ايه تدريبات المهارات العقلية او المهارات الفكرية تمام دي تدريبات يعني مش يعني مش مثلا ادوية او اسلاك او الكلام ده مجرد تدريبات زي ما بالزبط ما بتروح للجم عشان تعملي فيزيك الفتنس او اللي هي او اقوى او يعني اللياقة البدنية كمان تقدر يتعملي اللياقة الزهنية ودي حاجة احنا يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اساسي بشكل غير طبيعي تمام خشي بقى علينا باللياقة دي اه لانه لانه الفكرة اللي بتحصل ايه اللي بتحصل انه احنا مش عندنا دلوقتي نقص معلومات بالعكس احنا عندنا كمية من المعلومات غير طبيعية وسهل الحصول عليها يعني كنا قبل كده لازم ندرس وتتفاق قد كده لشان تجيبي الشهادة دلوقتي كل المعلومات موجودة اونلاين ودلوقتي كل حاجة دلوقتي بقينا بنذاكر اونلاين والمدارس اونلاين وشهادات ممكن تخذيها اونلاين وكمية معلومات حواليك في كل حتة يعني عايزة تعرفي اي معلومة سهلة عليك جدا انت تجيبيها نعمل تمرينات بقى او تدريبات بضبط انما ازاي تتعلمي بقى الذهنية ازاي ازاي نعملها اولا ممكن نقول انه القدرات الفكرية او الذكاء مكون من سبع مهارات اساسية اوكي سبع مهارات اساسية احنا كلنا عندنا المهارات دي كلها متجمعها في السبع دول فاول مهارة هي الانتباه اللي هو ركز ما تركزي لحتة دي تاني حاجة اللي هي زكرة قصيرة المدى تمام تمام بالزبط اللي هي والعلمك دي بقت من يعني انا مش فاكر اسمه ايه هو عرفني باسمه او يعني دي اكبر مشكلة ممكن نقبلها يعني لو انت بتشتغلي وتقولي انا قلي لا ما قليش ونتخانق او اسمه ايه ما عرفش ما يصحش يعني في شغلك او كده الا انه حلوة قوي انك تسلمي على حد وانت فاكر اسمه مختلفة بتدي بريزنس بتدي يعني وجود تاني حالة الزكيرة تالتة التالتة بقى عندك اللي هي البروستسنج سبيد او اللي هي سرعة تناول المعلومة وزي سرعة البديهة والاستنباط منها يعني زي المطور اللي عقلك هو عام زي المطور عندك معلومات كتير اوية زي بقى تخديها وتعملي بها حاجة وتطلعي لمطلوب منك حالو تمام مش تقولي اه انا كان مفروض اقول كده بس بعدها بيومين يعني في الموقف الفلاني كان حقتي قلت كده مش كده وكاي دي سرعة برضو رابع حاجة الرابع حاجة التلاتة دول اولا اسمهم الاطوماتيك بروسسنج او اللي احنا بنستعملهم يوميا نقدرش منجرهم تمام دول في كل حاجة بنعملها يوميا بعد كده لما المعلومة بتيجي لعقلك المعلومة دي جديدة مش حاجة بتعمليها بصفة مستمرة او المعلومة دي شوية صعبة العقل بياخدها لأربع مهارات التانيين من السبعة اللي هم الحتة الأعلى من العقل وديت بيبقى اللي هي الإدراك والفهم البصيرة الـ Problem Solving زي تحلي المشكلات اللي هو Logical Reason دي اسمها اللي هي زي الإدراك والاستنبات والحتة بعد كده عندك حاجة اسمها Visual Processing اللي هي زي المعالجة البصرية والتصور دي أساسية جامد جدا فيه ان انت تقدر يتفكري في شكل صور يعني لما حد يكلمك اه صح هيحصل كده وبعدين كده بيقدر تشوفيها في عقلك اوكي وتقدري لما تقري حاجة تقدري تتصوريها وكمان تقدري تعملي أهداف لانك ما تقدريش توصلي لحاجة انت مش شايفاها في عقلك مش هتقدري تعرفيها لو مش شايفاها ومش شايفة نفسك فيها فدي مهمة جدا بعد كده فيه المعالجة السماعية اللي هي الـ Auditory Processing ودي مهمة جدا في القرية والكتابة وان ان انت تقدري لما يجي لك معلومات سماعية حد بيقول لك معلومات مش بتقريها او مرسومة تقدري ان انت تتبعيها وتركزي فيها وتفهميها وتحفظيها ولو فيه دوشة بتتكلم حواليكي بس انت عارفة تركزي مش بتفصلي وتقولي لا 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 ده كده كتير قوي انا مش عارفة كده ركز لانه فيه دوشة ممكن تشتغلي في اي ظروف ده اسمها الـ Auditory Processing اخر حاجة خالص اللي هي Long Term Memory اللي هي زاكرة طويلة المدى كل دول على بعض اللي هو بيحدد الزكاية مرسي يا حبيبتي فكل واحدة من ديني لها تمرين معينة مرسي مرسي ندينا تمرين لو سمحتك كده ندينا تمرين طيب بصي انا من ساعة ما وصلت واحنا الزكرة دي من الحاجات اللي بتسئل فيها كتير جدا فانا يعني فيه طبعا اكتر من 200 تمرين وانا عايز اقولك ان فيه ما نحعملنا بيعملك واحد معاك اه دي تمرين للزكرة ودي تمرين للتركيز طيب انا حنقول حاجة حنقول ان التمرين ديت زي ما بتروحي للجن تمام بيتبقى محتاجة انها تبقى نتفصلة لواحد لان كل واحد مختلف عن التاني طبعا بيتعمل اختبار انت قدرتك ايه العالي الضعيف الفرق بينهم قد ايه وكمان بتبقى very intense يعني بتبقى مركزة جدا كده وشد جامد والناس بتاع رقوية بتتدربوا كده فاحنا حنعمل واحد تمرين بسرعة كده يالا على الزكرة ماشي انا حديكي عشر كلمات اوكي وحنشوف ازاي ان احنا حنحفظهم بالترتيب مع بعض خلاص واحنا بنوصل لأربعين وخمسة واربعين كلمة بس هنجرب كده عشر كلمات ماشي ونشوف خلينا نبدأ بحاجة سهلة حد بقى يجمع معنا كده هنقول اكتبوا بقى اكتبوا لأستاذة بقى هنقول ماما دي اول كلمة سهلة قوي بابا اراجوز تلفزيون بسين فلفل الفلفل الحراء قطة درج مكتب وشمس انت عايزيني نقول اه عايزيني نقول اه عايزكي بقى تقوليه من الاول كده بالترتيب من غير ما نوقع حاجة لا ما عايزيني تغشش محدشي غشش اه لازيني نشوف طيب ماما ايوة بابا تمام رجوز تمام اراجوز اراجوز واحد يكون بقول حاجة دولاب لا ما كانش في دولاب خاص طيب اغريبا نعمل اتشامرين شمس شمس دي كان اخر حاجة معنا فيه زكرة معنديش زكرة دي كلمة هيلة مفيه ما فيه حد معندوش زكرة ما فيه حد معندوش مهارات كلنا كلنا عندنا ده بس مين بيدربها ومين ما بيدربهاش آيوة أنا أعمل دي دلوقتي احنا واحدة من التامريين اللي بنعملها لزكرة هنعملها دلوقتي مع بعضين اول حاجة تربطي الكلام ده بشكل صور لأن احنا بنفكر بشكل صور تمام وتربطي كل كلمة باللي بعدها أنا بقولك دلاتي ستابس استراتيجية يعني تكنيك فأنتي هتشغل فكري في شكل صور هتربطي كل واحدة باللي بعدها تمام مش هنربط دي بدي يعني كل واحدة باللي بعدها وعملية الربط دي هتكون بالشكل الطبيعي يعني أنا مثلا بقول مية طيب أول صورة زينية بتجيلك إن المية إما بتكب بيها بتقع يا إما بتطرتش تمام فأول صورة زينية بتجيلك بس تخليها غريبة خلاص فاحنا هنقول مع بعض هنمشيها مع بعض هنقول ماما هنربطها ببابا فاحنا ايه بنقول ممكن عادي ماما وبابا عاديين مع بعض صح بس يعني كل واحد في جنب مثلا يعني نحاول نفتكرة بعد كده بابا هنربطه بايه كان عندنا أرجوز فممكن هتخيل مثلا بابا طلع له مناخير كبيرة أوي حمراء زي مناخير أرجوز لا 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 ما تخيلتش ده بابا كان بيتفرج على أرجوز ممكن بابا كان بيتفرج على أرجوز ماشي هو بنتفرج على أرجوز دي حاجة عادية احنا قلنا ايه نحن عايزين نعملها لا لا مش عارفة عاملين انتو أتيدا مش عارفة تتخيالي بابا مرا خيرو كبيرة لا لا مش قادرة بابا لا مستحيل طيب أوكي بابا بيتفرج على أرجوز الأرجوز ده فين الأرجوز ده في التلفزيون ماشي فالتلفزيون ممكن يبقى تلفزيون كبير قوي وراسل أرجوز طلع منه قدرت شوفي ده حلو قوي بعد كده بعد التلفزيون كان فيه إيه كان فيه البسين أوكي فقدرت أتخيلي مثلا إن التلفزيون وقع مثلا من الحيطة وراء وكان فيه بسين كبير قوي ترتش فيه ماشي حلو قوي جميل وبعدين لما ترتش ممكن تطلع إيه بقى من الميا وهي بتطرتش تطلع شوية فلفل يعني ميا وفلفل حرق كتير قوي طلع قدرت شوفي ده ميا بتطرتش ومعها فلفل حلو قوي الفلفل ده بقى كان فيه قطة معطية رحت أكلت الفلفل فبقى صرخت شايفها ماشي حوالين البول وبعدين بعد كده القطة جريت دخلت في إيه درج تستخبى من كتر ما هو حرق قدرت شوفي ده يبقى الكلمة التانية درج بعد القطة درج قامت درج دوت وقع من على مكتب الكسر لأن القطة تقيل عليه فالكلمة اللي بعدها كان مكتب حلو وبعدين المكتب دوت تحت الشمس فالشمس حرقت إيه الخشب الوش بتاعه فإاخد كلمة كانت حلو قوي يلا بقى أول كلمة ماما تمام بابا حلو أرجوز جميل تلفزيون تمام بسين حلو فلفل قطة تمام درج مكتب أيوة شمس اه جميل أه غشب كلمة أه 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 جميل اللي بيتفراجوا علينا صح؟ هتسعديهم انه هم اللي عندهم مشكلة في الزاكرة او النسيان او التركيز او كذا؟ الاختبار بيقولك انت فين بالزبط لانه ممكن يبقى انت فكرة تقييم مهارات بالزبط اوكي امام انت نورت هنا النهار ده ممكن المرة جاي لما تسيجي نعمل بتاع التركيز نعمل بتاع التركيز ده ممكن نعمل حاجات جميلة جدا واللزيز ان هي نان اكاديميك يعني كلها مش اكاديمية ومش اكاديمية خالص فاللي بيجوا وبيعملوا دوت بيتبسطوا جدا وبينقلوا نفسهم 180 درجة 180 درجة بجد نورتين انت شطرة قوي شطرة قوي بجد نعملت حاجة اللي اتكرامني يعني باي تلات سنين مفتكيش حاجة خالص في حياتي خالص احنا للأسف لا كلنا نقدر نعمل كل حاجة اشكرك تقولوش الحلقة خلصت تقولوش قالولي الحلقة خلصت وكفاها رغي باعني انا مش فاعرف الحلقة تروح فين ساعتين هم بي just like this ان شاء الله احاول اختبر الزكاة بتاعتي في حلقة فين انا شوفو انتوا الحلقة بعد فين شوفو اتوا عندتوا الحلقة فين شهدتي عزيزة امريت الحميات حلقة خلصت للأسف الشديد ان شاء الله لو عندنا عمر بكرة الساعة ستة حلقة جديدة منها اشتركوا في القناة